تستعد الإمارات لانطلاق النسخة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تعزز من خلالها تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في المجالة كافة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زيدالينهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه هذا وأعلنت لجنة الوطنية للانتخابات قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس 2023 والتي شهدت زيادة بنسبة تزيد عن 18% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019 مع بدء العد التنزلي لنسخة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تبرز الخصوصية التي استطاعت الإمارات أن تعكسها على تجربتها في التمكين السياسي التي تتسم بمجموعة من الخصائص أبرزها أنها تعبر عن خصوصية الدولة الحضارية والمجتمعية وتستفيد من موروث هائل من الخبرة المتراكمة على مدار سنوات من التجربة الاتحادية والتي وضعت بذور التشور والحوار واتخذت منه منهاجا للتواصل والنقاش لهذا فإن الانتخابات السابقة والمقبلة تمثل نموذجا للتمكين السياسي الناجح الذي يعبر عن موروث المجتمع الحضاري والمعرفي والثقافي خطاب التمكين للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رحمه الله عام 2005 شكل نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة حيث أرسى القواعد المنهجية لعملية تمكين المجلس وتعزيز دوره وريادة صلاحياته للقيام بالواجبات المنوطة به على أتم وجهه وأجريت الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر عام 2006 حيث تم انتخاب نصف الأعضاء وتعين النصف الآخر من ممثل كل إمارة عن طريق الحاكم واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات عملية التصويت الإلكتروني بدل الاقتراع التقليدي من خلال استخدام تقنيات الحاسب الآلية وشهدت انتخابات 2006 انضمام المرأة الإماراتية للمرة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عبر فوز الدكتورة أمل القبيسي بأحد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بالانتخاب فيما تم تعيين ثماني نساء أخريات ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس إلى تسعة مقاعد بنسبة 22.5 وهي نسبة عالية إذا ما قرنت ببرلمانات بعض الدول الأخرى ومثلت التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011 مرحلة جديدة ومتقدمة في برنامج التمكين السياسي ليتحول معها المجلس إلى سلطة مساندة وداعمة للمؤسسة التنفيذية كما واكتسبت انتخابات عام 2011 أهمية خاصة من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين وعززت المرأة الإماراتية من حضورها في انتخابات عام 2011 حيث بلغ عدد الناخبات على مستوى الدولة نحو 60 ألف ناخبة بنسبة بلغت 46% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية واستحوذت على نسبة أكثر من 22% من مجموع أعضاء المجلس انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015 مثلت المرحلة الرابعة من برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي حيث زادت المشاركة الشعبية في الاستحقاق الانتخابي كما وحققت الانتخابات زيادة ملحوظة في نسب الإقبال على التصويت وشهدت الدورة الانتخابية الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 إقبالا كبيرا بزيادة بلغت 48.5% في نسبة التصويت مقارنة مع دورة عام 2015 وكانت المحطة الأبرز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 هي قرار المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل هيان رحمه الله برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% والتي تأتي انطلاقا من سعي دولة الإمارات المستمر لتمكين المرأة الإماراتية